اشتركوا في القناة حلقات في البلاغة العربية وكما تشاهدون فان هذه الحلقات موجهة خصيصا الى تلميذ السنة الرابعة متوسط ولمن اهتم بهذا الموضوع طبعا هذه الشروحات مبسطة ميسرة يعني يسيرة كما اسلفت لتلميذ السنة الرابعة متوسط اولا كما تلاحظون فان البلاغة تقسم الى ثلاثة اقسام علم البلاغة وعلم من علوم اللغة العربية الكثيرة اول قسم من علم البلاغة هو المعاني والمعاني كما تلاحظون يعني ندرس فيها الخبر والانشاء يعني الاسلوب الخبري والاسلوب الانشائي لما نكتب نص هل هذا النص سيكون سنستعمل فيه الاسلوب الخبري طبعا الاسلوب الخبري كما سنتكلم عنه ان شاء الله في قادم الايام هو ما يحتمل الصدق والكذب والانشاء عكس ذلك فان الانشاء لا يحتمل الصدق والكذب لان الانشاء فيه اساليب طلبية وغير ذلك ايضا من المعاني التقديم والتأخير والحذف والاطناب والاطناب والايجاز هذه هي المعاني يعني معاني المعاني التي يتطرق اليها كاتب النص ايضا لا بد من في كل النصوص التي خاصة النصوص الادبية لا بد لها من شيء من الجمال اذا كانت المعاني يعني خاصة بالاساليب وما الى ذلك فان البيان متعلق بالخيال لا بد ان يضاف لكل نص ادبي يريد صاحبه ان يكون نصه يعني منمقا وجميلا ان يضيف له شيئا من الخيال او من الاساليب الخيالية ولذلك سمي البيان اي يبين المعنى اكثر بضرب الامثلة وبالاستعارات وبتصوير صورة خيالية يستطيع الانسان ان يفهم من الموضوع اكثر لكن بشيء من الجمال وبشيء من التذوق اذا فالمعاني تكون في الاساليب بينما البيان التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل يكون في التصوير بالخيال في شيء من الخيال او شيء من التخيل ثم البديع طبعا البديع ان كان البيان يعني مختصا بالخيال فان البديع مختص بالالفاظ اذا سوف نعالج لو كان مثلا لدينا نص فاننا سنتطرق الى معانيه وسوف يعني نبذل الجهد في ان تكون هذه المعاني جميلة وواضحة ومترابطة وما الى ذلك وتؤدي الغرض من هذا النص ثم لا بد من ان ندخل عليه شيء من الصور البيانية شيء من الخيال حتى يزداد جمالا ولا ننسى الالفاظ لا بد ان نتعامل في الالفاظ حتى تكون هذه الالفاظ متناسقة جميلة وهو ما يدرسه علم البديع اذا علم البديع متخصص في الالفاظ هل هذه الالفاظ متناسقة هل هذه الالفاظ جميلة هل لها نوع من الموسيقى فتصنع لنا سجعا هل لها الفاظ متطابقة فتصنع لنا طباقا وما الى ذلك كل هذه طبعا هذا الامر هذا التحليل وهذا الشرح باختصار وسهل وبسيط جدا في الحلقات القادمة سوف نتطرق الى كل عنوان من هذه العنوين البارزة وعلم البياني اليوم سوف نتكلم عن الصور البياني هكذا يقولون في المؤسسات او في المدارس يقولون الصور البيانية اليوم ان شاء الله سوف نتكلم عن التشبيه والتشبيه كتعريف الله هو الربط بين شيئين شيئين امرين انسانين الربط بين شيئين اشتركا فهذه هي الملاحظة الاولى ان هناك شيئين اشتركا في صفة معينة قد تكون صفة واحدة او اكثر اذا هو الربط بين ايجاد صلة معينة بين شيئين لماذا وجدت هذه الصلة بين هذا الشيئين او الامرين لانهما قد اشترك في صفة واحدة او اكثر من صفة طبعا هذه التعريفات ربما تكونوا يعني جامدة ولذلك فلا بد من الامثلة حتى يستطيع الانسان استيعاب هذا الامر اذا لاحظوا هذا المثال انت كالاسدي في جرأتك اذا تلاحظون هذا تشبيه تام يعني مفصل انت كالاسدي في جرأتك اذا انت هو المشبه اذا شبهناك انت انت شبهناك بمن شبهناك او بماذا شبهناك شبهناك بالاسدي شبهناك بالاسدي فانت مشبه نحن نتكلم عنك انت نحن لا نتكلم عن الاسد وبالتالي فالمشبه فالمشبه الذي هو انت المشبه هو الذي نتكلم عنه نحن نتكلم عنك انت وعن صفاتك وعن حالك وحوالك فشبهناك بالاسدي فأنت مشبه والأسد مشبه به ثم استعملنا أداة للتشبيه وهي هناك قد يكون هناك أدوات كثيرة للربط ما بين المشبه الذي نتكلم عنه وعن هذا الأسد الذي اخترناه لوجود صفة فيك توجد في هذا الأسد ما هي هذه الصفة؟ هي جرأتك إذن تلاحظون أن المشبه به وهو أنت والأسد وهو المشبه به إذن المشبه والمشبه به أنت والأسد ارتبطا بماذا ارتبطا؟ ارتبطا بصفة ما هي هذه الصفة؟ هي الجرأة إذن أعتقد أن الأمر قد اتضح إذن التشبيه ما هو؟ هو ارتباط بين شيئين أو بين أمرين أو بين إنسانين أو بين كائنين إذن هذين الشيئين في هذا المثال هما أنت والأسد إذن بماذا ارتبطت أنت والأسد؟ ارتبطتما بصفة وهي الجرأة فأنت جريء مثل الأسد الذي يكون جريئا إذا ما رأى فريسته أركان التشبيه طبعا التشبيه له أركان هذه الأركان هي المشبه إذن لا بد من المشبه المشبه هو الذي نتكلم عنه ونريد أن نشبهه بشيء معين مثلا إذا تكلمنا عن شخص وأردنا أن نشبهه إذا كان هذا الشخص شجاعا فنشبهه بحيوان شجاع طبعا هذا ليس تقليلا من قيمته ولكن الذي يهمنا في هذا الحيوان هو تلك الصفة إذا كان شخص مثلا عالم نشبهه بعالم أكبر ومعروف إذا كان شخص مثلا أو إنسان شجاع أو جميل نشبهه بالقمر وبهكذا إذن فالذي نتحدث عنه هو المقصود بالكلام والمشبه ثم نأتي بشيء آخر نشبهه به فيبقى هو المثلا لقول أنت كالقمر فالقمر هو المشبه به ثم لا بد من هذه الصفة وإن كان أحيانا هذه الصفة لا تظهر إذن فالصفة هي أو ما يعرف بوجه الشبه هذه الصفة التي اشتركتما فيها كما هنا في مثال في جرأتك هي المشبه به إذن أو عفوا هي لوجه الشبه إذن أن المشبه والمشبه به وهو الأسد وادات تشبهه وهو الكاف والصفة التي اشتركتما فيها وهي وجه الشبه أي في ماذا اشتركتما إذن لا بد من المشبه حتى يكون أول ركن ثم لا بد من المشبه به وهذان ركنان أساسيا هذان ركنان أساسيا أي لا بد من المشبه في هذا المثل هو أنت ولا بد من المشبه به وهو الأسد إذن هنا إذا توفر المشبه والمشبه به فهو تشبيه وذلك فهما ركنان أساسيا إذا غاب أحد منهما فليس تشبيها لو غاب المشبه فيه فليس تشبيها وإنما هو أمر الآخر سوف نتكلم عنه إن شاء الله في وقته إذن ركنان أساسيًا المشبه والمشبه به ثم هناك ركنان غير أساسيًا يمكن الاستغراء عنهما وهو وجه الشبه طبعا وجه الشبه قلت هي الصفة التي يشترك فيها المشبه والمشبه به قد تكون صفة واحدة أو أكثر من صفة ثم لا بد من الأدات وهو هنا الكاف طبعا الأدات هنا الكاف لكن الأدات قد تكون الكاف قد تكون مثل أنت مثل الأسد في جرأتك أو كأنك أسد في جرأتك أو يشبه هو يشبه أو أنت تشبه الأسد في جرأتك أو أنت تماثل الأسد في جرأتك أو أنت تضارع الأسد في جرأتك أو في جرأته الكلام نفسه إذن هذه أركان التشبيه المشبه والمشبه به وهم ركنان أساسيان ضروريا لا بد من حضورهما معا كي يكون التشبيه وتشبيها ووجه الشبه والأدات وهم عنصران يمكن حذف أحدهما كما سنرى في قادم الأيام إن شاء الله في أنواع التشبيه أمثلة عن التشبيه كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالبدر في طلعته إذن أين هو المشبه؟ المشبه هو وجه النبي نحن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فشبهنا وجهه صلى الله عليه وسلم الشريف شبهناه بالبدر البدر يعني القمر لما يكتمل فيكون جميلا ومنيرا إذن شبهنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالبدر طبعا وجه النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو أجمل من البدر صلى الله عليه وسلم يعني في ماذا يشبهه في طلعته؟ إذن طلعة وجه النبي صلى الله عليه وسلم في طلعته يكون وجهه كوجه البدر في طلعته إذن وجه النبي صلى الله عليه وسلم مشبه والكاف أداة التشبيه والبدر مشبه به وفي طلعته وجه الشبه المصارع مثل الوحش في قوة إذن المصارع لا شك أنك عرفت أنه المشبه ومثل أداة التشبيه والوحش مشبه به إذن مشبه أدات ومشبه به وفي قوته أي وجه الشبه في ماذا يشبه المصارع الوحش هل يشبه في شراسته هل يشبه في جرأته هل يشبه في قوته هل يشبه في ضخامته هنا قلنا يشبه في قوته إذن الصفة المشتركة وهي القوة إذن الآن سوف نتكلم عن بعض التطبيقات حتى يظهر الأمر إذن ما التطبيق الأول حدد أركان التشبيه فيما يلي صديقي يشبه البحر في كرمي إذن سوف نبحث إذن صديقي يشبه البحر في كرمي إذن البحر هنا طبعا كريم البحر كريم طبعا هذا من باب المجلس كيف البحر كريم لأنه يتكرم على بني الإنسان بما لذى وطاب من الأسماك والمرجان والياقوت وما إلى ذلك يعني فالبحر كريم فلذلك شبهت صديقي بالبحر في كرمي فصديقي شديد الكرم ولذلك ولذلك فهو يشبه البحر لا شك أنك عرفت فصديقي المشبه وأداة التشبيه هنا أداة التشبيه هنا هي يشبه والمشبه به هو البحر وكرمه وجه الشبه إذن هو يشبه البحر في ماذا في كرمي هو لا يشبه البحر في ملوحته مثلا إذن مع المثال الثاني فإنك هذا شطر بيت فإنك شمس والملوك كواكب فإنك شمس إذن تلاحظ أنت هو المشبه فالشاعر يتحدث مع أحد الأمرة فيقول له أنت أنت شمس فإنك شمس أي أنت أنت هو المشبه والشمس هي المشبه نحن نتحدث عنك أنت أيها الأمير فأنت تشبه الشمس في نورك وفي جمالك وفي طلعتك إذن أنت وفي كرمك الشمس طبعا لها فضل على الناس بعد الله سبحانه وتعالى والملوك كواكب إذن فأنت شمس كبير وكيف تظهر الكواكب لا تظهر إذا ما ظهرت هذه الشمس الكبيرة النيرة الصاطعة إذن والملوك كواكب أنت شمس كبير لكن الملوك مجرد يعني كواكب فقط إذن التشبيه هنا شبهنا شبهناك أنت بالشمس وشبهنا الملوك بالكواكب تلاحظون هنا غابة الأدات وغابة وجهه الشبهي إذن أنواع التشبيه بالنسبة لأنواع التشبيه هناك أنواع كثيرة للتشبيه سوف نتكلم عنها في حين بإذن الله إذن أول تشبيه هو التشبيه المفصل لماذا سميناه مفصل لأننا نفصل في ماذا في ماذا يعني أشبه المشبه المشبه يعني ما هو وجه الشبهي فنفصل ولذلك لما نذكر وجه الشبه ونذكر الآدات والمشبه والمشبه به كل الأركان الأربعة فيسمى تشبيها مفصلا إذن يسمى تشبيها مفصلا مثل المثال الذي ذكرناه هنا وجد المشبه ووجد وجد الآدات ووجد المشبه به ووجد وجه الشبه إذن هذا هو درسنا الأول في البلاغة العربية وفي الصور البيانية نلتقي إن شاء الله في حصة قادمة بإذن الله فإلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع غدائعه كان معكم أخوكم الأستاذ عبد الحميد مرابطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته